اتهمت مالي في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة فرنسا بتسليم أسلحة وذخائر لبعض الجماعات الإرهابية في البلاد وتزويدها ببعض المعلومات قد كانت قد جمعتها قبل مغادرة قواتها الأراضي المالية وأكدت مالي في الرسالة التي بعثتها وزارة شؤونها الخارجية أن لديها أدلة موثوقة بشأن هذه التهم معبرة عن الاستعداد لتقديمها لمجلس الأمن الدولي وطلبت الخارجية المالية من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طار حول الوضع الأمني في البلاد مدينة ما وصفتها الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي لمالي من قبل فرنسا